وخلال نشرة سابقة كده سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة أن يوم الرابع عشر من يناير يعد فرصة لاستذكار منجزات الدبلوماسية البحرينية وتسليط الضوء على مرتكزات السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين يمثل يوم الرابع عشر من يناير امتداداً واستذكاراً للإنجازات الدبلوماسية البحرينية طوال ما يزيد عن نصف قرن والتي أرست قواعدها وناجهها الغيادة الحكيمة وأيضاً هذا اليوم هو لتسليط الضوء على مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية وفقاً للتوجيهات السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء رضو الله وانطلاقاً من قيم المجتمع البحرين المتمثلة في مد جسوع وحسن الجوار والتسامح والتعايش السلمي